السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في القسم الأول من برنامج ريالي للوعي المالي في هذا الدرس سننظر إلى معنى العيش بالكرامة وما معنى الاستقلال المالي دعونا نبدأ الدرس خلال هذا الدرس سنقوم بالإجابة على بعض الأسئلة المهمة وهي ما معنى أن تعيش بكرامة ولماذا تكون الكرامة مهمة في حياتك سنكتشف أيضا أن المسؤولية المالية هي المفتاح لتحقيق هذه الكرامة المالية خلونا نبدأ الدرس بحكاية أبوى حكي لكم إياه هي حكاية شخصية حدثت لي أنا في مرحلة من حياتي كنت متزوجا وكان لدي أبناء وكنت مستقل ماليا ولدي كرامة مالية ولكني فقط وظيفتي في يوم ما واضطريت أني أرجع لعدم الاستقلال المالي وذلك نتج لأني لم أكن أضع لنفسي ميزانية ولم يكن لدي أي ادخار ولم تكن لدي أي استثمارات واضطريت أني أنا أكون معتمد مرة أخرى على والدي في مرحلة متقدمة من عمري وهذه من الأمور التي أتمنى أن لا تحدث لأي أحد منا ترجمة نانسي قنقر